ليه طيب اعتذرت الكابتر احمد سامي انك تشتغل معه في اسبوح الولاية التانية دي هو كذا حاجة يعني لكن اهمها ان انا كان يعني الحالة النفسية بتاعتي ما كانتش مستعد ان انا يعني انت عارفة ان ما تشتغل في المنتخبات وفي النادي الاهلي في الاندية دي فيه صعبات وهو كان يعني وصل لمرحلة في سيراميك كلبطرة هو مضرب كوايس جدا وكان عامل حاجات كوايسة جدا بس مفيش توفيق يعني التوفيق كان غايب وعملين سكوات كوايس جدا احنا اللي عاملينه وكابتر سامي جايب العيبة فجيت انا في قبل ما مطش المحلة بتاع التلاتة صفر حاولت اعتذر يعني وانا في المحلة جاني اوفر من بيراميدز بيراميدز مع مستر جيمي باتشيكو فهو قال لي سامي قال لي رأيك والناس بطلبوا بشكل يعني في شرعية يعني مننا طلبوا مننا فانا قلت له طبعا نادي بيراميدز نادي كبير ولكن انا احترمت العقداتي وانا حابب الشغل معاك ولا مش هروح مش هسيبه انا خطوة يا زي بيقولك كده قبلية يعني بتاخد خطوة كمان مع انه في نظر اي حد نادي بيراميدز فرصة طبعا فرصة لانه هو عندهم لعيبة مميزة وانت كمان انت عندك حراس مرمج وبتوعي بتوعي اساسا اه شيناوي اكرامي كمان اه اي اكرام معاهم اه لكن هي ما بقتش يعني اي ريئي بيجري على المسألة دي يعني معادي يعني مش يعني انا اشتغلت في المتخب سنين واشتغلت في النادي الاهلي سنين صح صغلت في بره مصر ومصر لو من الاخر كده بينكوا سن شبعان حتة انه انا يعني ريئي يجري انه انا اسيب حتى انا من ضمن الاسباب انه احنا يعني ليه نسيب السرامريكا كرباطرة واحنا اللي عمليه السكواد واحنا اللي ده السبب بس الرفض عرض بيراميدز ولا انت مروحش بيراميدز عشان شريف اكرامي لا لا خالد شريف اكرامي ده ابني ده ابني البكري شريف اكرامي انا بمرنه وعنده سبع سنين وكل الكلام اللي بتقل على الخلافات بيني وبين اكرامي الكبير او بيني وبين شريف شريف ده حتة مني مافيش كلام لا مافيش كلام مش كلام دون دخل وبعدين احمد الشناء وشريف اكرامي لا دول ولدين يعني